بسم الله الرحمن الرحيم احنا خدناه مراجعة عما على باب القوة ومراجعة عما على باب مسلس القوة وقعدة لامي ومراجعة على العزوم المراجعة النهاردة شاملة على كل الابواب اللي احنا خدناها جايب لكم مسائل جميلة جايب لكم مسائل مهمة جدا ومفيدة المسائل اللي انا جايبها لكم النهاردة والتمارين اللي احنا هنحلها سوا التمارين دي شاملة على المنهج اللي احنا درسناه مع بعض في الحلقات اللي فاتت كلها جايب لكم مسائل تخلي بالكم معايا كويس جداً النهاردة عشان جايبها بأفكار جديدة عشان نبقى حلنا أفكار في الحلقات اللي فاتت وأفكار مختلفة شوية في الحلقة النهاردة حنراجع مع بعض على الجزئيات النظرية الخاصة بكل باب من الأبواب اللي احنا درسناها وبعد ما ناخد كل تمرين كل تمرين حنحله حيكون عبارة عن جزء في الجزئيات النظرية والجزء التاني في حل المسائل في البداية لازم حنبدأ الأول بباب القوة ما ننساش ان احنا لما اشتغلنا في باب القوة كان أهم الجزئيات اللي احنا درسناها يعني ايه قوة اللي هي مؤثر يحاول في تغيير حالة الجسم من السكون إلى الحركة أو من الحركة إلى السكون واخدنا ان القوة دي ممكن يكون في عندي مجموعة قوة مجموعة القوة دي هي اللي ممكن تكون بتأثر على جسم ما والقوة دي ممكن تكون في اتجاه واحد أو متضادة أو ما بينها زاوية فلازم مجموعة القوة دي لو بتأثر على نقطة معينة حاجيب المحصلة بتاعة القوة وقولنا ان المحصلة هي قوة بتعمل عمل قوة اين او اكثر حذكرك بسرعة قبل ما نروح للتمرين اللي حنحله لو القوة دي دول في اتجاه واحد يبقى اكيد المحصلة هتكون مجموعة القوة دي ولو القوة دي دول متضادتين يعني الزاوية ما بينهم 180 درجة يبقى اذا المحصلة بتاعتي هتكون ناتج طرح القوة دول وحتكون اتجاه المحصلة في اتجاه القوة الاكبر نمرة ثلاثة لو القوة بتاعتي موجودة متعمدة مع قوة تانية تبقى المحصلة هي الجزر التربيعي لمجموع مربع القوتي وممكن يكونوا القوتي ما بينهم زاوية فححلهم بالقانون الكبير اللي هو الجزر التربيعي القف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع زائد اتنين قف واحد قف اتنين جتا يه اللي هي الزاوية اللي ما بينه ولو عندي مجموعة من القوة يبقى اكيد مجموعة القوة دي لو بتأثر في نقطة ومجموعة القوة دي كل قوة ميلة على الافق بزاوية اكيد حعمل عملية تحليل ولما حعمل عملية تحليل القوة بتاعتي هتتحلل مرة بلجته اللي هي جيب تمام الزاوية ومرة بلجاه هتتحلل بلجته مع الضلع اللي بيحصر الزاوية ما بينه وما بين القوة وبلجاه مع الزاوية البعيدة عنها وبعد كده اجيب مجموعة القوة الافقية في الاتجاه الموجب بالموجب واللي في الاتجاه السالب بالسالب واجيب مجموعة القوة الرأسية وبعدين اجيب الجزر بتاعه بكده يبقى احنا حنقدر نروح احنا كده رجعنا سريعا مع بعض شفاهيا حنبدأ نروح نحل مع بعض الامثلة والتمارين اللي احنا واخدنا تعالوا كده مع بعض نشوف اول تمارين حنحله مع بعض ازاي نبص كده مع بعض التمرين الاول بيقول لي اذكر المصطلح العلمي لكل مما يأتي حكتب المصطلح او التعريف او المعنى بتاع التعريف اللي موجود عندي بيقول لي هو كل مؤثر يعمل على تغيير حالة الجسم من سكون او حركة مين اللي بيعمل على تغيير حالة الجسم برافو عليكم سامعوا ولادي كلهم بيقولوا ده يبقى معنا القوة نمرة اتنين بيقول هي قوة تعمل عمل قوتين او اكثر مين اللي بتعمل عمل قوتين او اكثر برافو يا ولادي هي المحصلة نمرة تلاتة عندما تكون القوتان متضادتان في الاتجاه بيكون الزاوية بينهما تساوي لو متضادتان في الاتجاه يعني كأنهم على خط مستقيم يبقى الزاوية ما بين القوتين هي 180 درجة طيب نمرة اربعة بيقول لي عندما تكون القوتان في اتجاه واحد تكون محصلتهم ما تساوي لو القوتين في اتجاه واحد يبقى اكيد المحصلة بتاعتهم حكوم مجموعة القوتين طيب دي بعض الاسئلة النظرية تعالى نروح ناخد مثال على حساب المحصلة بيقول لي اذا كانت ميم نقطة مادية تؤثر فيها القوة نخلي بالنا ستة وجزر ثلاثة واربعة وحداشر واربعة جزر ثلاثة نيوتن يبقى هنا القوة محسوبة او مقاسة بالنيوتن في اتجاهات ستين في اتجاه شمال الشرق يبقى اول قوة دي بتتجه ستين درجة في اتجاه شمال الشرق والقوة جزر ثلاثة في اتجاه الشمال والقوة اربعة في ستين شمال الغرب طبعا يا ولاد لو احنا عملنا المحاور دي يبقى الاتجاه اللي في اليمين ده هو الشرق الاتجاه اللي في الشمال هو الغرب الاتجاه اللي الاعلى هو في الشمال الاتجاه اللي في الاسفل هو للجنوب تعالى نحط القوة يبقى انا عندي اول قوة عندي اللي هي قوة ستة نيوتن 60 درجة في اتجاه شمال الشرق شمال يعني الفوق وشرق يبقى القوة وغدا للتجاه ده يبقى انا اعمل كده يبقى دي 6 وده اتجاه شمال الشرق الشمال اهيه للأعلى والشرق لليمين يبقى دي موجودة هنا بس هي بيتاميل على الافق بزاوية كام ال 60 في شمال الشرق يبقى انا اكتب هنا زاوية 60 درجة القوة اللي بعدها جزر 3 اشوف اللي بعده قال فين في الشمال يبقى اكتب على الشمال جزر 3 نيجي بعد كده القوة اللي بعدها 4 قال 60 شمال الغرب بصوا كده الشمال هو الشمال هو الاعلى والغرب هو نحية اليسار او الشمال يبقى انا هعمل كده دي الاربعة وهي بتميل 60 درجة يبقى 60 درجة دول ملها على الافقي نيجي بعد كده قال للقوة 11 القوة 11 نحية الغرب يبقى انا كتبت الحداشر على الغرب وبعد كده كتب لي الاربعة جزر 3 اخر زاوية 30 درجة جنوب الشر الجنوب هو الاسفل وده الشر يبقى الزاوية في المنطقة دي يبقى القوة بتاعتي هنا اربعة جزر 3 وبتميل 30 درجة وطبعا اي ميل بيدهوني بيبقى ميل على الافقي يبقى دي 30 درجة كده انا عندي القوة كلها مرسومة حد اعمل للقوة دي عملية تحليل ناخد القوة زي ما هي ونبدأ نحط المحاور بتاعتنا ونقول هحط القوة اللي موجودة بشكل على الرأسي وعلى الافقي زي ما هي يعني الجزر 3 هنا وال11 هنا تعال نحلل الستة لما القوة 6 تتحلل اكيد هتتحلل مرة بالجتة ومرة بالجاة طب الجتة فين مش ده الضلع اللي قافل مع القوة على الزاوية الستين يبقى هنا ستة جتة ستين نكتب هنا ستة جتة ستين وبعدين دي الزاوية البعيدة يبقى حكتب هنا فوق ستة جتة ستين تعال نحل الاربع الاربع دي مش قافل على الزاوية الستين مع الضلع ده يبقى الضلع ده اللي هو ده حكتب عليه هنا أربعة جتة ستين ليه هنا بالجاتة لان الضلع الافقي ده هو اللي موجود هنا وهو اللي الزاوية بتنحصر ما بينه وما بين القوة وطالما كتبت هنا اربعة جاتة ستين اكتب فوق هنا اربعة جاتة ستين فاضل قوة واحدة اربعة جزر ثلاثة يبقى اكيد اللي اربعة جزر ثلاثة هتحلل لنا بالجاتة ليه يا مستر محمد قلناها ميت مرة طالما الضلع ده اللي بيحصر الزاوية اللي ما بين القوة يبقى تضلع دل على طول بالجاتة يبقى اكتب هنا 4 جزر 3 جاتة 30 وهنا 4 جزر 3 جاتة 30 ناخد القوة اللي احنا حللناها دي كلها ونبدأ نجيب بقى نقول السين اخد كل اللي في اليمين هنا ده بالمجب وكل اللي في الشمال هنا بالسالب فاكتب كده 6 جاتة 60 زائد 4 جزر 3 جاتة 30 واللي الناحية التانية بالسالب يبقى ناقص 11 ناقص 4 جاتة 60 كل اللي في اليمين خدته بالمجب وكل اللي في الشمال خدته بالسالب يبقى السين هتساوي سالب 4 نيوتن تعال نجيب المركبة الرأسية اقول النصات بتساوي نجيب من فوق عندي جزر 3 زائد 6 جاتة 60 وطبعا زائد 4 جاتة 60 كل اللي فوق يبقى بالمجب وكل اللي تحت يبقى بالسالب يبقى ناقص 4 جزر 3 جاتة 30 يبقى عندي الصاد لما اعمل كل دول على القلة الحزبة يبقى الصاد بتاعتي هتساوي 4 جزر 3 كده انا جيبت المركبة الافقية اللي هي السين وجيبت المركبة الرأسية اللي هي الصاد خلي بالك السين بسالب 4 والصاد ب4 جزر 3 تعال ناخد الرقامين دول اللي هم السالب 4 وال4 جزر 3 وناخدهم هنا ونبدأ نقول ان المحصلة هتساوي الجزر التربيعي بما ان المركبتين دول بقوا متعمدين يبقى الجزر التربيعي لسين تربيع زائد صاد ايه؟ تربيع يبقى المحصلة بتساوي الجزر التربيعي السين بسالب 4 يبقى سالب 4 تربيع زائد الصاد ب4 جزر 3 يبقى اكتب 4 جزر 3 قس 2 او تربيع يبقى المحصلة هنا هتساوي جزر 64 وستين يبقى بتساوي تمانية نيوتوب. طب انا لو عايز اجيب ميل المحصلة يبقى الظاهي بتساوي صاد على سين. المركبة الرأسية على المركبة الافقية. يبقى صاد على سين بتساوي. الصاد كدب اربعة جزر تلاتة والسين كدب سالب اربعة. يبقى الظاهي ده اللي هو ظل الزاوية بيساوي الزالب جزر تلاتة. اعمل انا على الالة الحزبة واعمل شفت تان اللي هو معكوس الزا يقوم يديني ان الزاوية بتاعتي مية وعشرين درجة. طيب احنا حنيجي بعد كده ونشوف تمرين تاني. والتمرين التاني ده هيكون على قاعدة مسلس القوة وقاعدة لامي بحيث ان انا حبدأ اعمل عملية حسابات للزاوية. بس هاخد الاول اسئلة نظرية بيقول لي اذكر قاعدة لامي. قاعدة لامي بتقول يبقى انا الاجابة بتاعتي اذا اتزنت ثلاث قوة مستوية ومتلاقية في نقطة واحدة فان مقدار كل قوة يتناسب مع جيب الزاوية المحصورة ما بين القوتي. مقدار كل قوة بيتناسب مع جيب الزاوية ما بين القوتي. كنا احنا اخدنا مثال قبل كده كان شبيه بالمثال اللي انا بعرضه عليكو دلوقتي ولكن المثال اللي احنا اخدناه قبل كده كان القوة في افقي. هنا هاخد القوة اللي بتتحرك الجسم قوة في اتجاه لاعلى. بيقول لي وضع جسم وزنه تسعة سقل كيلو جرام على مستوى املس يميل على الافقي بزاوية تلاتين درجة. يبقى انا حرسم المستوى والمستوى ده بيميل تلاتين درجة على الافق. وحط عليه الجسم. الجسم ده وزنه تسعة سقل كيلو جرام. يبقى لازم اكتب هنا تسعة سقل كيلو جرام والوزن دايما بي بيأثر رأسي. اجي بعد كده. وحفظ اتزانه بواسطة قوة. اوجد مقدار القوة اللي حفظت اتزانه ورد الفعل المستوى طالما الجسم ده موضوع المستوى يبقى المستوى بيعمل رد فعل عكسه. ازا كانت القوة تعمل في اتجاه اعلى المستوى. يعني انا دلوقت القوة بتتحرك لاعلى المستوى. المثال اللي احنا اخذناه في الحلقات اللي فاتت كانت القوة هنا افقية. طبعا ده حيغير في الزاوية. ويبقى في عندي القوة هنا لاعلى المستوى ورد الفعل عمودي على المستوى. يبقى اكتب هنا قاف واكتب هنا ره الره اللي هي رد الفعل طبعا طالما انا عايز اطبق قاعدة لامي لازم اجيب الزوايا اللي ما بين كل قوة والتانية دي قوة بتشد الجسم ودي قوة رد فعل ودي قوة تساقل قوة للوزن وبالتالي انا دلوقتي لما حاجة اشتغل انا عارف ان دي ودي متعمدين لان ده ماشي مع المستوى ودعمه دي على المستوى يبقى الزاوية دي اكيد هتبقى تسعين درجة طب زاوية ميل المستوى كانت كام كانت تلاتين درجة طيب هنا دي الزاوية دي تسعين درجة طب انا عايز اجيب بقية الزوايا او معامل ايه مش انت دي متعمد على المستوى رد الفعل ده متعمد على المستوى يبقى الزاوية دي كلها كده تسعين طيب الزاوية دي كلها تبقى كام بصوا كده مش الخط ده عمودي على الارض يبقى الزاوية دي تسعين درجة يبقى اكيد دي ستين درجة تاني ليه ستين مش دي تلاتين ودي تسعين ومجموع زوايا المسلس مية وتمانين درجة يبقى لما تكون دي تلاتين ودي تسعين بقوا دول مية وعشرين اترحهم من المية وتمانين مجموع زوايا المسلس تبقى الزاوية دي ستين يبقى ستين وتسعين يبقوا مية وخمسين يبقى الزاوية دي مية وخمسين انا كده جبت الزاوية ما بين القوة وما بين رد فعل المستوى وجبت الزاوية ما بين الوزن وما بين رد فعل المستوى عايز اجيب بعد كده الزاوية اللي فضل اعمل ايه مش المجموعة الزاوية دي كلها في الدايرة دي كلها 360 درجة اه يبقى اجمع المية وتسعين مع المية وخمسين يدوني 240 اطرحهم من التلتمية وستين يبقى الزاوية دي هتبقى 120 نروح بقى نطبق قاعدة لام نقسم كل زاوية على جيب نقسم كل قوة اسف نقسم كل قوة على جيب الزاوية المقابلة لها يعني دي قوة يبقى حتتقسم على جيب الزاوية ما بين ره وما بين الوزن اللي هو تسعة يبقى اكتب كده قاف على جا 150 يبقى القوة بتتناسب القوة مع جيب الزاوية ما بين الضلعين الاخرين او ما بين القوتين الاخرين اجي بعد كده اقول ره رد الفعل اقسمه على جيب الزاوية ما بين القوتين التانين يبقى ريح على جا 120 وبعدين اقول الوزن اللي هو تسعة على جيب الزاوية ما بين القوتين التانين يبقى تسعة على جا 90 نبدأ ناخد بعد كده القاعدة اللي انا كتبتها وابدأ انا عندي طرف معلوم وطرفين مجهولين فاخد طرف مجهول مع طرف معلوم وطرف مجهول مع طرف معلوم نروح كده فحقول ان انا عندي قاف على جا 150 بتساوي تسعة انا خدت الطرف ده كطرف مجهول وحاخد معاه الطرف ده كطرف معلوم يبقى قاف على جا 150 بتساوي تسعة على جا 90 ابدأ اخد القاف في طرف واحد يبقى القاف حتساوي اقول بقى كده اعمل مقص واقول جا 150 في تسعة على جا 90 يبقى القوة قاف حتساوي 4.5 سقل كيلو جرام ليه قلت هنا سقل كيلو جرام لان القوة اللي كانت دخلة اللي هي التسعة كانت دخلة بالسقل كيلو جرام تعالى بعد كده ناخد طرف مجهول مع طرف معلوم فنقول كده ان انا عندي الره على جا 120 بتساوي التسعة على جا 90 واقول بعد كده ان الره بتساوي اللي هي رد الفعل نعمل مقص يبقى عندي جا 120 في تسعة على جا 90 يبقى هنا رد الفعل عندي بقى بيساوي 7.8 من 10 سقل كيلو جرام بكده اولاد ابقى انا حليت على جزئيتين مهمين الجزئية الاولى وهي جزئية ان انا ازاي ححل المجموعة من القوة والتحليل ده بيكون طبعا عن طريق ان انا بجيب جيب الزاوية او جيب تمام الزاوية وبكده اقدر اجيب المحصلة بتاعتي طالما ان انا حللت القوة فبقت في قوةين متعامدتين فقدرت اجيب المحصلة عن طريق الجزر التربيعي لمجموع مربع القوةين بعد كده طبقت قاعدة لامي وقاعدة لامي بتعمل تناسب ما بين القوة وما بين الزاوية قاعدة لامي بتقول ان اي قوة بتتناسب مع جيب الزاوية الموجودة ما بين القوةين التانية ده الكلام ده امتا؟ الكلام ده لما يكون عندي 3 قوة وال3 قوة دول بيأثروا في نقطة ويكون 3 قوة بيأثروا في نقطة بعد كده قلنا ان انا خلي بالي ان انا لو موجودة على المستوى انما لو قال لي ان انا عندي حبال معلقة في صقف فانا كده كده القوة بقت موجودة والزوايا معها بقت موجودة بس المهم ان انا اقدر اجيب الزوايا من الدائرة الكاملة ان انا لو عندي زاويتين فانا عندي الزوايا الكاملة بتاعتي في اي دائرة 360 درجة فحجم الزاويتين اللي موجودين واترحهم من 360 فاتدين الزاوية الثالثة اهم حاجة ان انت تجيب الزوايا اذا كنت شغال بقعدة لامي او انك تجيب اطوال الاضلاع اذا كنت شغال بقعدة مسلس القوة تعال نشوف التمرين الثالث في التمرين الثالث بيقول لي اكمل الجمل الاتية بما يناسبها مكان النقط بيقول لي يمكن حساب العزم من حاصل ضرب هو ان العزم عبارة عن ايه في ايه برافو كان قوة في طول الزراع يبقى عبارة عن قاف في لام نمرة اتنين عندما يكون العزم في عكس اتجاه عقارب الساعة طب انا لو العزم بتاعي في اتجاه عقارب الساعة اكيده يبقى بالسالب يبقى لو في عكس اتجاه عقارب الساعة يبقى بالايه يبقى شرطه موجبة نمرة ثلاثة تم قياس عزم بقوة سقل كيلو جرام وطول زراعه سنتيمتر يكون تمييزه لو العزم القوة بالسقل كيلو جرام والطول بالسنتيمتر اكيد يبقى العزم عندي سقل كيلو جرام سنتيمتر تعالى ناخد مثال من امثلة العزم ما ننساش ان مجموع العزوم حوالين اي نقطة بيساوي سفر وممكن احسبها من خلال ان مجموع العزوم حوالين اي نقطة بيساوي عزم المحصل بيقول لي الف به رافعة بسيطة منتظمة المقطع طولها تسعين سنتي واحدة واحدة وارسم يبقى انا حعمل الرفعة اللي اسمها الف به والطول بتاعها تسعين سنتي وزنها اتناشر سقل كيلو جرام لازم الوزن طالما ده قضيب منتظم لازم الوزن ده يكون في المنتصف يبقى وزنه اتناشر سقل كيلو جرام بيقول لي يؤثر في منتصفها اللي هو الوزن من غير ما يقول لازم طالما يا منتظمة ما فيهاش اي جزء مختلف عن التاني يبقى الوزن ده اكيد في المنتصف علقت اسقال اربعة وخمسة وتلاتة سقل كيلو جرام اتعلقوا فين يا مستر محمد نبدأ نعد الف وبه وجيم طب انا عندي اربعة وخمسة وتلاتة يبقى اربعة اتعلقت عند الف خمسة اتعلقت عند به تلاتة اتعلقت عند جيم يبقى الاربعة عند الف ارسم عند الف هنا قوة تمام ودي تبقى اربعة طبعا انا كتبت ليه هنا خمسة واربعين لان الاثناشر في المنتصف والطول كله تسعين فيبقى الاثناشر بعد خمسة واربعين سنتي علقت الاربعة عند الف واروح كمان اعلق الخمسة عند به الخمسة عند به طبعا ده على الترتيب طيب والجيم فين البحيس تقع جيم على بعد تلاتين سنتي من الطرف ايه من الطرف به تلاتين سنتي من الطرف به يبقى انا حبعد من هنا تلاتين سنتي واعمل القوة اللي اسمها ايه اللي اسمها تلاتة طيب اوجد النقطة التي يجب ان تعلق منها الرافعة حتى تتزم في وضع افقي انا عايز اعلق منين طبعا التعليق ده هيكون من مقدار المحصلة وعلشان تتزم في وضع افقي لازم الجسم كله يكون متزم يعني مفيش قوة بتضغى على التاني فانا هقول له ان انا المحصلة بتاعتي هنا وبتبعد عن البه مسافة اسمها سين اللي هي البعد اللي هو عايزني حسابه اوجد النقطة التي يجب ان تعلق منها النقطة دي فين بتبعد عن به قد ايه يبقى انا دلوقتي المحصلة دي الفوق يبقى بتساوي مجموع كل اللي تحت واروح اجيب المحصلة واجيب العزم عند نقطة به يلا بينا يلا بينا هروح اخد الرسمة بتاعتي واجيب المحصلة الاول هقول ان المحصلة بتساوي مجموع كل القوى دول لانهم كلهم في اتجاه واحد يبقى المحصلة هتساوي اربعة زائد اللي اتناشر زائد التلاتة زائد الخمسة دلوقتي المحصلة بتاعتي هتطلع باربعة وعشرين سوقل كيلو جرام طبعا الاربعة كب بالسقل كيلو جرام والاثناشر بالسقل كيلو جرام والثلاثة بالسقل كيلو جرام والخمسة بالسقل كيلو جرام يبقى المجموع بالسقل كيلو جرام ناخد المحصلة بتساوي 24 ناخد المحصلة بقى ونروح نعمل العزوم طب العزوم بتاعنا المحصلة كانت بـ 24 انا هقول له مثلا ان انا عايز اخد العزوم بتاعه عنده نقطة به عشان يبقى انا بجيب البعد عن به طب اعمل العزوم ازاي اخد كله قوة واضربها في المسافة اللي بتبعد عن به يعني انا عندي الاول كده اربعة اللي اربعة بتبعد كم عن به بتبعد عن به بطول القاضي بكله يبقى دي اربعة في تسعين زائد اللي اتناشر بتبعد قد ايه بتبعد خمسة واربعين مش اللي اتناشر دي كانت الوزن والوزن في المنتصف او لو انا كاتب دول خمسة واربعين يبقى اكيد دول خمسة واربعين عشان الطول كله تسعين يبقى عندي اتناشر فيه خمسة واربعين زائد الثلاثة بتبعد عن به 30 يبقى 3 في 30 زائد الخمسة بتبعد عن به برافو ولاد الخمسة مربوطة في به يبقى الخمسة دي في صفر لانها ما بتبعدش عن به دي موجودة على به كل ده ناقص مستر محمد انت قلت ناقص ليه اقولك ومش القوة دي كلها في اتجاه والمحصلة في اتجاه تاني هتتعلق لفوق واحنا اتفقنا ان لو عندي اي قوتين متضدتين في الاتجاه يبقى المحصلة بتاعتهم نتج الطرح يبقى ناقص المحصلة هتطلعت بكام 24 يبقى اكتب 24 في المسافة سين اللي انا عايز اجيبها كل ده بيساوي محصلة مجموع قوة متزنة حول اي نقطة بتساوي ايه بتساوي صفر ما هي دي القاعدة بتاعتي اروح احسب يبقى عندي الاربعة في 90 ب360 زائد الاتناشر في خمسة واربعين بخمسمة واربعين زائد التلاتة في تلاتين بتسعين زائد الخمسة في صفر طبعا بصفر ناقص 24 سين كل ده بيساوي ايه بيساوي صفر طبعا انا هاخد مجموع كل دول وخلي السالب 24 سين اطلعها النحط تانية بل بعكس الاشارة يبقى مجموع كل دول بتسعمية وتسعين ناقص 24 سين بتساوي ايه بتساوي صفر نطلع الـ 24 سين بعكس الاشارة يبقى عندي 990 بتساوي 24 سين يبقى السين هتساوي اقسم بقى 990 على 24 يبقى السين هتساوي كام 41 و 25 من 100 سنتيمتر يبقى المسافة دي هتبقى 41 و 25 من 100 سنتيمتر يبقى اذا دلوقتي ده البعد اللي هتبعد عن نقطة به كده كانت القوة كلها متجهة في اتجاه واحد انما احنا رأى عايزين نشوف مع بعض انا لو عندي مثلا قضيب والقضيب ده متزن والقضيب ده موجود على مرتكزات اكيده هو بيضغط على المرتكزات دي بكل رد فعل الاعلى كنا خبنا مثال في الحلقات السابقة بدل ما هو موضوع على مرتكزات كان مجدود بحبال لاعلى فجبنا قيمة الشد في كل حبل من الحبال اللي مرفوع بها القضيب انما لو هم موضوعين على مرتكزات والقضيب ده متعلق فيه مجموعة من القوة الاسفل فاكيد القوة دي بتخلي القضيب بيضغط على المرتكزات وطالما هم بيضغطوا على المرتكزات يبقى انا عندي رد فعل عكس اتجاه القوة يبقى انا دلوقتي حقول ان كل القوة اللي موجودة الفوق اللي هي رد الفعل بتاع المرتكزات القضيب بتساوي المجموع بتاع رد الفعلين بيساوي مجموع كل القوة التحت اللي هي مستر محمد يعني انت عايز تقول ان فيه اربعة لتحت وفيه اتنين لفوق اللي اتنين دول مجموحهم بيسوي مجموعة الاربعة لتحت اه ليه مستر محمد ما هو القضيب ما تكسرش يعني ايه ما تكسرش يعني القضيب متزن طالما القضيب متزن يعني ما فيش قوة قدرت تتغلب على القوة التانية كل القوة اللي تحت كان بتسوي كل القوة اللي ايه اللي فوق يلا بينا يلا بينا نشوف المثال بيقول لي قضيب منتظم والقضيب ده اسمه الف به الف به قضيب منتظم طوله متر طوله ايه طوله متر ووزنه تمانية سقل كيلو جرام يؤثر في منتصفه لازم طالما القضيب منتظم اكيد الوزن ده في المنتصف يرتكس في وضع افقي على حاملين يرتكس في وضع افقي على ايه على حاملين عنده طرف ايه طب انا تعالى كده نرسم نقول ان ده القضيب المنتظم وبقى مرتكس هنا على حاملين وبقى الاولاني اسمه طرف الف والتاني حنسميه به واللي موجود عندي الوزن موجود هنا في المنتصف وطول المرتكس ده ميت سنتي يبقى التمانية هنا فيه هنا خمسين وفيه هنا خمسين ركز معايا في الابعاد دي كويس عشان هتفرق معايا علق فيه الاسقال خمسة وثلاثة واربعة سقل كيلو جرام خمسة وثلاثة واربعة سقل كيلو ايه جرام على بعد عشرين وعشرين وثلاثين سنتيمتر عن بعضهما خلي بالك في الامثلة اللي فاتت اللي كنا بناخدها كنا بنقول بيبعد عن ألف عشرين بيبعد عن ألف خمسين بيبعد عن ألف ستين انما هنا قال عن بعضهما يبقى انا عندي الخمسة بتبعد عن الألف عشرين فهعمل كده خمسة وقول بتبعد عشرين والتلاتة بتبعد عن القوة خمسة دي هي كمان عشرين طيب والا ربعة بتبعد عن القوة تلاتة تلاتين استنى مش أنا كان عندي هنا قوة 8 وكانت المسافة من ألف لغاية الثمانية هي 50 لأن ده الوزن وأكيد بيأثر في النص يبقى المسافة من هنا لغايتنا 50 لما يكونوا دول 20 ودول 20 يبقوا دول كام؟ يبقوا دول 10 تمام؟ يبقى أكيد لما أقول بقى أن القوة الأربعة بتبعد من هنا من عند القوة الثلاثة 30 يبقى القوة الأربعة موجودة هنا وبتبعد من هنا 20 تمام؟ بيقول لي بقى ايه؟ اوجد مقدار كل من رضي الفعل عند كل حامل عندي رد فعل من هنا ورد فعل من هنا ودول اللي زبطين اتزين القضيب يبقى أنا دلوقتي حياخد الرسمة بتاعتي وروح أقول إن أنا حقول إن كل اللي فوق بيسوي كل اللي تحت ليه عملت كده؟ لأنه في الرأس السؤال قال لي إن القضيب في الأول كان منتزم ومتزن القضيب متزن طب يلا بينا هنقول إيه؟ هنقول إن رد الفعل الأولاني اللي هو وره واحد زائد رد الفعل التاني اللي هو وره اتنين بيساوي نجمع كل القوة اللي موجودة تحت كل اللي فوق بيساوي كل اللي تحت يبقى عندي خمسة زائد تلاتة زائد تمانية زائد أربعة كل دول مجموحهم بيساوي كام؟ بيساوي عشرين سوق لكيلو جرام طب نعمل إيه بعد ما جبناهم؟ ناخد العزوم عند أي نقطة من النقطتين دول ونروح نجيب مقدار ردود الأفعال يعني حقول بأخذ العزوم عند نقطة ألف نروح نقول أنا عندي القوة الأولانية خمسة بتبعد عن ألف كام؟ عشرين طب والتلاتة بتبعد عن ألف كام؟ عشرين وعشرين أربعين يبقى زائد تلاتة فيه إلا أربعين طب والتمانية بتبعد كام؟ آه التمانية دي اللي كانت في المنتصف اللي هم عشرين وعشرين وعشرة أو هي في المنتصف يعني على طول بتبعد خمسين يبقى تمانية في خمسين زائد إلا أربعة لغاية هنا خمسين وعشرين يبقى سبعين يبقى أربعة في سبعين طب دول كلهم أنا خدتهم؟ كلهم بالموجة بيبقوا له فوق يتحطوا بالايه? بالسالب. حاجة من اتنين. يتقول لي ناقص ره واحد في المسافة في بعدها. ناقص ره اتنين في المسافة اللي هي بعد ره اتنين عن الف. او تطلحهم بعكس الاشارة. حقول ناقص ره واحد مربوطة في الف. يبقى بتبعد عن الف مسافة صفر. ناقص ره اتنين بتبعد عن الف مية. يبقى ره اتنين في مية. كل ده بيساوي صفر. مجموع العزوم حوالين اي نقطة بيساوي ايه صفر امتى لما يكون الجسم متزم تعال نقول الخمسة في عشرين بمية زائد التلاتة في اربعين بمية وعشرين زائد الخمسة في تمانين بربعمية زائد الاربعة في سبعين بمتين وثمانين طبعا لما حقول ناقص ره في صفر فهتبقى بصفر والره اتنين في مية هتبقى مية ره اتنين وبما انها موجودة هنا بالسالب هطلحها النحاء التانية بعكس الايه الاشارة نجمع كل دول يطلعوا تسعمية بيساوي مية ره اتنين يبقى الريه اتنين هتساوي تسعمية على مية يبقى تسعمية على كم على مية يبقى الريه اتنين بتساوي كم بتساوي تسعة انا كده مصفر محمد طلعت ره اتنين بس وعايز اجيب ره واحد اقولك تعال ناخد المعادلة اللي احنا كتبناها دي اللي كانت بتقول ان ره واحد زائد ره اتنين بتساوي عشرين وانا ره اتنين كانت بتساوي تسعة فنروح نقول كده ان انا ره واحد زائد ره اتنين كانت بتساوي عشرين طب ره واحد زائد ره اتنين اللي انا لسه جايبها بتسعة كل دول بيساوي عشرين اطلع التسعة بره بعكس الايه بعكس الاشارة يبقى ره واحد بتساوي عشرين ناقص تسعة يبقى بتساوي 11 سوك لكيلو جرب 11 سوك لكيلو ايه جرب طبعا احنا حننتقل بقى بعد كده لجزئية انا كده رجعت معاك ازاي ححل المجموعة من القوة رجعت معاك ازاي نطبق قاعدة لامي واللي زيها بالضبط قاعدة مسلس القوة وخدنا كمان مثالين في العزوم اللي هم كانوا اخر حاجة خدناها مع بعض بس خدتها من خلال ان انا عندي قوة كاملة لتحت وبجيب المحصلة بتاعتهم او المكان اللي ممكن تكون المحصلة بتأثر فيه علشان يديني عملية اتزان للقضيب وخدت مثال كمان عشان ما بقاش حرمتك من اي حاجة خدت مثال كمان فيه ردود للافعال علشان يبقى عندي مجموعة من القوة الاعلى ومجموعة من القوة الاسفل نروح نجيب تمرين كمان علشان حساب المحصلة نراجع على كل القوانين اللي خدناها في حساب المحصلة بس قبل ما نرجع عليها لازم نخلي بلنا من الوحدات يعني فاكرين وحدات قياس القوة كات ايه وحدات تساقلية زي السوق لجرام زي السوق لكيلو جرام زي الضين وكنا عارفين اننا لو عندي وحدتين مختلفتين في المسألة لازم احول وحدة علشان تبقى متناسبة مع الوحدة التانية وعرفنا كمان اننا اقدر حول من وحدة الوحدة اهم حاجة ابقى عارف القيمة بتاعتها يعني احنا كنا عارفين ان النيوتن بيساوي 10 قص 5 ضايم يعني انا لو عندي اي قيمة بالنيوتن حضربها في 10 قص 5 عشان تديني ضايم طيب طب انا لو عندي سوق لكيلو جرام عايز احوله للنيوتن يبقى حضرب السوق لكيلو جرام في 9 و 8 من 10 عشان يديني نيوتن طب والمصغر بساعة السوق لكيلو جرام ايه اللي هو السوق لجرام طب والمصغر بتاع النيوتن ايه المصغر بتاع النيوتن هو الضايم طب لا عايز احول بقى من السوق لجرام للدين هو انا مش لما حاولت من السوق لكيلو جرام للنيوتن ضربت السوق لكيلو جرام في 9 و 8 من 10 تمام طب ولو عايز احاول بقى من السوق لجرام للدين اه اضربها في 980 اضربها في 900 وايه وتمانين تمام طب لو عندي واحدة من الوحدات كانت بالسوق لطن ركزوا معايا كويس الاسئلة دي مهمة جدا وبتيجي وبيبقى حلها كلمة واحدة او اختصار واحد لازم تخلي بالك منه عشان بيبقى السؤال سهل جدا بس انت محتاج تفكر فيه مادة التطبيقات التكنولوجية مادة من المواد الجميلة جدا واتفقنا مع بعض ان احنا نربط الحياة العملية بالنظريات الرياضية بس نفكر بس هتلاقي نفسك انت اللي بتحط القوانين وانت اللي بتجاوب من غير ما تحفظ طيب لو هو مديني قوة بالطن او بالسوق لطن وعاوزني احولها للنيوتن نستر محمد انا ما بعرفش احول الا من السوق لكيلو جرام للنيوتن بضرب السوق لكيلو جرام في تسعة وتمانية من عشرة بس هو مدهاني بالطن تاني اولاد لو مديني قوة بالطن او بالسوق لطن وعايزنا حولها للنيوتن انا ما بعرفش احول الا سوق لكيلو جرام للنيوتن طيب حالة حاجة بسيطة طيب انا حول الطن لسوق لكيلو جرام بقى عندي سوق لكيلو جرام اضربه في تسعة وتمانية من عشرة يقومي ديني نيوتن تعالوا كده اولاد بقى مع بعض نشوف التمرين الرابع ناخد الجزئيات النظرية وبعدين نحل المسائل العملية يلا بينا التمرين الرابع بيقول لي بيقول لي حول القيم التالية اتنين نيوتن عايزة حولها للضاين يبقى انا على طول من النيوتن للضاين انا بضرب في عشرة قص خمسة يبقى عندي اتنين في عشرة قص خمسة تمام يا ولاد هتطلع اكتبها لي كده اتنين في عشرة قص خمسة طيب بيقول لي اربعة طن عايزين نحولها للنيوتن هو ده اللي كنت بتكلم عليه من شوية الطن مايتحولش للنيوتن اللي يتحول للنيوتن سوق لكيلو جرام او كيلو جرام يبقى انا اخد الاربعة طن احولها لكيلو جرام الاول يبقى عندي اربعة في الف لان الطن في الف كيلو جرام كده اربعة في الف دول بقوا كيلو جرام احولهم بقى للنيوتن يبقى اضرب في تسعة وتمانية من عشر برافا ولاد تعالى كده بيقول لي خمسة سوق لجرام عايزين نحولها للضاين اتفقنا من الكيلو جرام للنيوتن تسعة وتمانية من عشر يبقى انا عندي حضرب الخمسة هنا في تسعمية وتمانين تسعمية وتمانين من السوق لكيلو جرام للنيوتن بضرب في تسعة وتمانية من عشر انما من السوق لجرام للضاين يبقى حضرب في تسعمية وايه في تسعمية وتمانين طيب تعالى ناخد مثال بيقول لي قوتان متعامدتان متعامدتان يعني يا اولاد متعامدتان يعني الزاوية ما بينهم تسعين درجة اوجد مقدار واتجاه المحصلة نعمل هامش ونقول طالما القوتين متعامدتان يبقى المحصلة بتسوي الجزر التربيعي لقف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع نعمل الهامش ونقول ان القوة الاولى بتمانية سوق لكيلو جرام والقوة التانية 15 سوق لكيلو جرام والزاوية ما بينهم تسعين درجة عشان كده حستخدم القانون ده يبقى المحصلة عندي بتساوي الجزر التربيعي قف واحد بتمانية يبقى تمانية قس اتنين زائد قف اتنين بخمستاشر تبقى خمستاشر قس اتنين يبقى المحصلة لما اجي اجيب الجزر بتاعي حيطبق كله حيساوي 17 وطبعا طالما اللي دخل لي قيم بالسقل كيلو جرام يبقى اكيد لازم اللي خارج برضو يكون بالسقل كيلو جرام تعال ناخد مثال كمان بيقول لي قوتان مقدارهما 6 و 10 نيوتن 6 و 10 نيوتن خلي بالك الوحدة اللي دخلها لي في المسألة لازم تكون نفس الوحدة اللي خارج تؤثران في نقطة مادية والزاوية ما بينهم 60 درجة اود جد مقدار واتجاه المحصل طالما هنا الزاوية 60 درجة يا ولاد يعني ما هماش متعمدين اللي هي 90 وما هماش متضدين في الاتجاه اللي هم 180 وما هماش في اتجاه واحد اللي الزاوية ما بينهم صفر يبقى انا على طول حقول ان القوة الاولى اللي بتساوي 6 نيوتن والقوة التانية بتساوي 10 ايه 10 نيوتن والزاوية ما بينهم بتساوي 60 درجة يلا نروح نياخد القانون الكبير اللي احنا عارفينه اللي هو بيقول ان المحصلنا هتساوي الجزر التربيعي لقف واحد تربيع زايد قف اتنين تربيع زايد اتنين قف واحد قف اتنين جتا يه ونيجي نعوض فنقول المحصلة بتساوي الجزر التربيعي قف واحد بستة يبقى عندي ستة تربيع زايد قف اتنين بعشرة يبقى عندي عشرة قص اتنين زايد اتنين فيه انا عملت هنا قص لان اللي اتنين مضروبة في كل اللي جاي اللي اتنين مضروبة في كل اللي جاي عندي قف واحد بتساوي كام بتساوي ستة فيه قف اتنين بتساوي كام بتساوي عشرة طبعا هنا كل ده مضروب فيه جتا يه وزيه عندي اللي هي الزاوية اللي بتساوي كام بتساوي ستين يبقى فيه جتا ستين واقفل القوس اعملها على القالة الحزبة طبعا فيه ناس بتحلها على طول على القالة الحزبة وفيه ناس بترسم المسلسات وتقول مقابل على وطر وتجيب مقابل الزاوية ستين ومجاور الزاوية ستين وهكذا يبقى المحصلة بتاعتي حتساوي 14 نيوتن ليه حطت نيوتن في الناتج يا مستر محمد حطت نيوتن في الناتج لأن القوة اللي دخلها لي كانت دخلة بالنيوتن ويبقى اللي خرجي لي برضو خرجة بالايه خرجة بالنيوتن طب انا كده جبت مقدار المحصلة انا كده جبت مقدار الايه مقدار المحصلة تعالى نجيب ميلها او اتجاه فنقول كده زاهة بتساوي قافي 2 جاي على قافي 1 زائد قافي 2 جاتا يه نقول زاهة ايه بتساوي خلي بالك ان الزاهة معناه ظل الزاوية معناه ظل الزاوية يعني بعد ما اجيب الزاوية بتاعتي اعمل shift تان على الالة الحزبة علشان اجيب مقدار الزاوية الاساسية هعوض هنا عن القف 2 اللي هي كانت بعشرة والزاوية كانت ستين يبقى قف 2 بعشرة جاء ستين قف 2 جاء يبقى عشرة جاء ستين وتحت قف 1 كانت بستة وقف 2 كانت بعشرة جاء ستين يبقى ان دلوقتي عوضت بالقوة الاولى اللي كانت بعشرة وهنا قاسف القوة التانية كانت بعشرة القوة الاولى كانت بستة والقوة التانية كانت بايه بعشرة والزاوية بتاعتي ستين احل مسألتي يبقى هنا الناتج هيطلع عشرة جاء ستين حتتديني خمسة جزر ثلاثة وتحت في المقام حتتديني حداشر بس هنا الظاهة اللي هو ظل الزاوية هو اللي بيسوي خمسة جزر ثلاثة على ايه على حداشر يبقى ظل الزاوية بيساوي خمسة جزر ثلاثة على حداشر يبقى ان دلوقتي حروح اعمل شفت تان يعني اجيب بقى الزاوية الاساسية او معكوس الزل يعني فحلاق ان الزاوية بتاعتي بقت بتساوي ايه بقت بتساوي 38 درجة و13 دقيق 38 درجة و13 ايه دقيق بصوا يا ولاد لازم نبقى عارفين دايما وانا بحل مسائل المحصلة انا بحل باي قانون يعني مثلا باختصار لو انا عندي قوتين والقوتين دول في اتجاه واحد يعني عندي القوة الاولى ماشية في الاتجاه ده القوة التانية ماشية في نفس الاتجاه زي ما كنا بنقول ان انا عندي امثل سيارة معطلة وفي حد بيشدها بحبل طالما القوتين دول في نفس الاتجاه يبقى المحصلة بتاعتهم بتساوي مجموع القوتين واكيد الزاوية بتاعتي بتاعت المحصلة هنا في نفس اتجاه القوتين طب لو انا عندي القوتين دول متضادتين في الاتجاه يعني واحدة رايحة في الاتجاه ده واحدة رايحة في الاتجاه ده بس عشان ابصتها لك كأني خدت مثال معاك لو هنا قوة في الاتجاه ده وماشية بمقدار 10 نيوتن وهنا قوة في الاتجاه ده 5 نيوتن يبقى المحصلة بتاعت كام؟ المحصلة 5 طب معلش اخد مثال تاني لو هنا 10 وهنا 3 يبقى المحصلة بتاعت كام؟ مين اللي هيشد العربية دي؟ اكيد العشرة بس هيشدها بقدي ايه؟ هيشدها بسبعة ليه؟ لان التلاتة كلت من القوة العشرة يبقى المحصلة بتاعتها هتبقى سبعة في اتجاه مين؟ في اتجاه القوة الاكبر يبقى لو القوتين في اتجاه واحد يبقى المحصلة بتساوي قف واحد زي قف اتنين لو القوتين في اتجاهين متضادين يبقى المحصلة هتساوي حاصل طرح القوتين وحيكون اتجاه المحصلة في اتجاه القوة الأكبر طيب وفيه المثال اللي خدناه قبل ده كان عندي القوتين متعامدتين طالما القوتين متعامدتين يبقى المحصلة بتاعتي حتكون الجزر التربيعي لمجموع القوتين الجزر التربيعي لمجموع مربع القوتين يعني المحصلة حتساوي الجزر التربيعي لقف واحد تربيع زائد قاف اتنين ايه تربيع الجزر التربيع القف 1 تربيع زي القف 2 تربيع طب دول كانوا متعمدتين انا خدت الاتنين في اتجاه واحد وخدت قوتين متضدتين وخدت قوتين متعمدتين طب انا دلوقتي لو خدت قوتين ما بينهم زاوية ممكن تكون منفرجة او ممكن تكون حدة يعني اكبر من التسعين او اقل من التسعين يبقى حعملها زي المثال اللي انا لسه واخده اللي هو كان عندي المحصلة بتساوي الجزر التربيعي لقف واحد تربيع زائد قف اتنين تربيع زائد اتنين قف واحد قف اتنين جتا يه ويه هنا اللي هي الزاوية المهمة عندي لما اجي احسب اتجاه المحصلة لما يكون في زاوية ما بين القويتين لما اجي احسب ميل المحصلة لما يكون في زاوية ما بين القويتين طبا مستر محمد احنا عارفنا ان لو القويتين دولت فيما بينهم زاوية حدة او منفرجة يبقى انا عندي الزاوية دي انا بحسبها من الظل اللي هو زاهي بيسوي قف اتنين جاي ايه على قف واحد زائد قف اتنين جاتة ايه القوة الاولى في جاء الزاوية اللي ما بين القواتين على آسف القوة التانية في جاء الزاوية ما بين القواتين على القوة الاولى زائد القوة التانية في جاتة الزاوية ما بين القواتين طب هما لو متعمدين يا مستر محمد يبقى الزاوية بتيجي ازاي طالما متعمدين تقول إن زاهه لو ظل زاوية ميل المحصلة بيسوي قف 2 على قف 1 قف 2 على قف 1 زي مين؟ زي لما جينا حللنا مجموعة من القوة كانت بتأثر في نقطة فاحنا جيبنا مجموعة القوة اللي موجودة على المركبة الأفقية ومجموعة القوة اللي موجودة على المركبة الرأسية وجينا بعد كده جيبنا محصلة القوة عند سين ومحصلة القوة عند صاد اللي هي بقت سين مجموع القوة فيه منها في اتجاه موجب وفيه منها في الاتجاه السالب وبعد كده جيبنا محصلة القوة اللي في المركبة الرأسية اللي عند صاد اللي كل اللي كان في الأعلى كان بالاتجاه الموجب وكل اللي كان في الأسفل كان بالاتجاه الايه؟ كان بالاتجاه السالب وجينا بعد كده جيبنا المحصلة فكانت الجزر التربيعي لسين تربيع زاق الصاد تربيع قلت سين تربيع زي صد تربيع يا أولاد زي ما قلت الجزل التربيعي القف واحد تربيع زي قف اتنين تربيع تمام؟ دي حاجة الحاجة التانية لما جيت أجيب المحصلة بتاعة القوى المتعامدة دلوقتي فقلت إن اتجاه المحصلة بيسوي قف اتنين على قف واحد قف اتنين على قف ايه؟ واحد طب لما نيجي نجيبها في القوى اللي بتأثر قلت صاد على سين صاد على ايه؟ صاد على سين طب هو مستر محمد لو جيه ودينا مثال والمثال ده كان محصلة قوتين والقوتين دول متساويتين في المقدار عايزين تعرفوا؟ تعالوا معايا نشوف المثال بيقول لي اوجد مقدار واتجاه محصلة قوتين مقدارهما سبعين وسبعين سوق لكيلو جرام اذا كانت الزاوية بينها مخياسها ستين درجة يبقى القوة الاولى سبعين والتانية سبعين والزاوية ستين فنلقف واحد بسبعين وقف اتنين بسبعين والزاوية ستين يبقى المحصلة هنا اتنين قاف جتا يه على اتنين يبقى المحصلة بتساوي اتنين في سبعين جتا اليه بتاعتي اليه ستين درجة على ايه على اتنين فتبقى المحصلة بتاعتي سبعين جزر تلاتة سوق لكيلو جرام لان القوة عندي اللي دخل برضو بالسوق لكيلو جرام اهم حاجة اولاد ان انا عايز انصحكم ان انت دايما وانت بتقرأ المسألة ما تبقاش مضطرب هي المسألة دي تبع القوة ولا المسألة دي تبع المحصلة ولا المسألة دي تبع قاعدة لامي ولا المسألة دي تبع العزوم ولا المسألة دي تبع الاتزام اقرأ المسألة كويس اعمل ارسم رسم كروكي بالألم بتاعك حتلاقي ان الرسمة بتوضح لك يعني مثلا في حد بيطلخبط ما بين قاعدة لامي وما بين مسلس القو ابدأ ارسم القوة بتاعتك وبعدا ما ترسمها إذا قال لك زوايا تبقى قاعدة لامي يبقى أنت حجيب تناسب ما بين القوة والزوايا إذا قال لك أطوال أضلاع يبقى أنت حجيب تناسب ما بين القوة وأطوال الأضلاع إن شاء الله بإذن الله أتمنى أن نكون استفادنا من كل حلقاتنا في مادة التطبيقات التكنولوجية وإن شاء الله بإذن الله إذا كنتوا عايزين تعرفوا كل جديد في مادة التطبيقات التكنولوجية أو المواد في المواد الميكانيكية بتاعتنا أتمنى من كل طلبتي المتميزين في أقسام التشغيل واللحام والأجهزة الدقيقة والمركبات والتبريد والتكييف وسيارات وجرارات والأوالب والاستنباط والنمازج والسباكة إنهم ينتظرون دايما علشان حنجبلهم كل جديد إن شاء الله إلى أن نراكم على خير نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته